بدأت القوى والفصائل الوطنية في محافظة رامالله حملة لإزالة أثار المؤسسات الأمريكية العاملة في الضفة الغربية ردا على إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ما تسمى بصفقة القرن رغم المشاركة الخجولة تواصل القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية فعالياتها الرافضة لصفقة القرن هذه المرة بدأت بتمسي أثار المشاريع الأمريكية لدعم البنية التحتية في مواطق الضفة الغربية كانت البداية من قرية رفاة شمال غرب القدس المحتلة طمص المشاركون كل الشعارات التي تدل على عمل وكالة التنمية الأمريكية يو اس ايد التابعة لوزارة خارجية واشنطن قال المشاركون بأن هذه المشاريع كانت تتم بالقفز عن قرار صادر عن المجلس التشريعي عام 96 برفض التمويل المشروط وتأتي فعالية اليوم تأكيدا على أن شروط هذا التمويل أدت من نهاية لصفقة العار المشؤومة على حد تعبيرهم هذا إزال الرموز التواجد الأمريكي المساند للاحتلال الإسرائيلي فوق أرضنا وتأكيد على أن صفقة القرن ستسقط بإرادة شعبنا الفلسطيني من خلال إزالة هذه الشاخصات وكل ما يتعلق بأموال الدعم المشروط سياسيا الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حقوقه الوطنية لا من أجل فتاة السلام الاقتصادي الموهوم كانت الوكالة الأمريكية يو اس ايد أوقفت مشاريعها وسحبت موظفيها من الأراضي المحتلة مع نهاية العام 2018 حيث بلغت قيمة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية والتي تعمل في الأراضي المحتلة منذ العام 1994 مليارين وتسعمائة مليون دولار منذ ذلك الحين وفق مصادر حكومية فلسطينية تقول القوى والفصائل الوطنية بأن إزالة الشواخص الأمريكية التي تدل على مشاريع البنية تحتية بتمويل أمريكي تأتي ضم الحراك الرافض لصفقة القرن الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية وتطبيقا لقرار صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 برفض أي تمويل مشروط فعالية تمسي أثار المؤسسات والمشاريع الأمريكية في رفات اليوم تأتي في ظل حديث عن عدم ارتقاء الفعاليات المناهضة للإجراءات الأمريكية الصهيونية إلى حيث خطورة الموقف وأهداف الصفقة المشؤومة بتصفية قضية الفلسطينيين والتخلص منهم بيكون صراحة لم يزل حركنا كالشعب ضعيفا جدا 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 وبالتالي أعتقد من المسؤوليات المقاتلة تقنى أن نعمل مع شعبنا نساعد الشعبنا لأنه يستعيد آفيته وثقة بنفسه وفي القيادة تبقى مناطق تماس هنا وهناك مشتعلة رفضا لأي عبث في الأراضي الفلسطينية من قبل الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال تتصدر الخليل جنوب الضفة المشهد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بالإضافة إلى مواجهات متفاوتة تندلع هنا وهناك في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا